شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الصينية بكين على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي مراسم توقيع عقد مشروع شركة شانداي للكيمويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي عالميا لاستخلاص مادة البروم باعتماد على استخدام نواتيك تحليل مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن المشروع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأنه يأتي في إطار تكلفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة البروم مشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة 120 ألف متر مربع بإجمالي استثمار تصل إلى 110 ملايين دولار شكرا